معنا مباشرة من بغدادة دكتور أيسر الجادري عضو تيار الحكمة الوطني دكتور أيسر أهلا بك إلى نشرة أخبار الفلوجة الحديث عن خطوات في داخل التحالف الوطني في البيت الشيعي هل من أفق سياسي لثني إدارة أقليم كردستان عن خيار استفتاء الانفصال بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي الكريم على الاستضافة تحية لجمهور قناتكم الكريمة حقيقة اليوم الأقليم يذهب إلى أبعد الحدود في عملية جاء الاستفتاء خصوصا بعد انطلاق الحملة الدعائية لهذا الموضوع وهذا الأمر جاء تصعيدا على الاتفاق الذي كان دار بين التحالف الوطني بعد الحوار وبعد المفاوضات التي جرت في بغداد اليوم لاحظتم أكو تصريح من التحالف الوطني بأنه مع الأسف الوفد التفاوضي والأخوة السياسيين القادة في الأقليم لم يراعوا إلى ما اتفق عليه أبسط ما اتفق عليه حقيقة لم يخرج هذا الحوار أو هذه المفاوضات في مرحلتها الأولى التي جرت في بغداد قبل ثلاث أسابيع بنتائج لكن على الأقل كان هناك اتفاق على عدم التصعيد لا بالمواقف ولا بالتصريحات ولا بالإعلام حقيقة الأخوة الكرد لم يقفوا أو لم يحافظوا على هذا الاتفاق فنلاحظنا أنه في كاركوك المحافظ يعلن عن مشاركة كاركوك في هذا الاستفتاء والسيد مسعود يصعد من تصريحة ومن هجومة على البغداد وعلى الحكومة في بغداد فنلاحظ أن الأمور ذاهبة بالمقابل كان الكرد أيضا يبحثون عن ضمانات من خلال حديث الوفد الكرد الذي زر بغداد قبل ثلاث أسابيع بالإضافة إلى موضوع وقف الحملات الإعلامية والسياسية ما بين الطرفين كان يبحث عن ضمانات بموافقة دولية وضمانات اتحاد أوروبي والولايات المتحدة وضمانات تقليمية وضمانات من أيضا التحالف الوطني ولكن يبدو أنه لم يحصل على ضمانات يضاف إلى ذلك بأن التحالف الوطني اليوم يتحدث عن أن وفد أقليم كردستان ينبغي أن يعود إلى بغداد قبل أن يذهب وفد من بغداد إلى أربيل وبالتالي ربما هناك رسالة خاطئة قد وصلت إلى التحالف الكردستاني يدفعه للمزيد نحو خيار الاستفتاء دون تأجيل لا حقيقة أن أقول أن الضمانات التي كان يبحث عنها الأخوة الكرد هي ليست ضمانات من التحالف الوطني ولا من بغداد لا يريدون ضمانات أو لا يعترفون بأي ضمانات لا دستورية ولا قانونية من هذا القبيل أرادوا ضمانات دولية أرادوا ضمانات إقليمية ونحن في حلم من هذا الأمر كتحالف وطني بالتأكيد الأمر الآخر أنه قلت أنه كان الوفد التحالف الوطني ذاهب إلى الإقليم لكن كانت هناك اتفاقات على أنه حتى نذهب إلى الوصول إلى تأجيل للإستفتاء علينا أن نضع بعض الأمور يعني اليوم كيف هم أطلقوا حملة دعائية للإستفتاء بالأمس وما أجلوها أسبوع أو عشرة أيام واليوم يطالبون بأنه يأتي الوفد ومن ثم يتفاوض يتفاوض على أي شيء يتفاوض وهم يعني المناطق المتنازع عليها كان كاركوك وغيرها المفوض أنه لا تدخل أو لا تكون جزء من المفاوضات المرحلة على الأقل وأيضا أخذوا قرار بأنه كاركوك تشارك فموضوع ذهاب الوفد للتحالف الوطني كان عازم الوفد ولديه روح المبادرة بالذهاب والدخول في نقاشات جدية وحوارات جدية لكن عدم يعني وصول رسالة إيجابية في هذه المرحلة التي مضت في هذه أيام القلائق التي مضت من قبل الأخوة الكرد جعلت التحالف يأخذ قرار الخيارات الآن الموجودة على الطاولة دكتور من قبل التحالف الوطني لكونه وبالنهاية الاتلاف الحاكم الآن في العراق ما هي الخيارات المتاحة على الطاولة في ضوء إصرار أقليم كردستان نحو خيار الاستفتاء ومن ثم تقرير المصير نحو الانفصال والله قلت دائما وكررنا على أن هذا الاستفتاء ذاهب إلى أن يضع الأقليم في مرحلة حرجة في علاقة مع المركز مع بغداد وفي علاقاته أيضا مع المحيط الأقليمي بالتأكيد التحالف ينتظر من الأقليم ولو في الأيام القلائل القادم وإن كنا لا نعتقد بأن الأخوة الكرد سوف ينصتون إلى صوت الهدوء وصوت الرجوع عن القرار الخاطئ في اعتقادنا بإجراء الاستفتاء في هذه المرحلة نتمنى أن يكون هناك صوت نتمنى أن يكون هناك ضغط داخلي من خلال المؤسسات والآخرين ونحن لا نرغب بتصعيد باتجاه معين لكن بالتأكيد الاستفتاء ونتاجه سوف ترسم شكل جديد من العلاقة ما بين بغداد ما بين المركز وما بين حكومة كردستان أعتقد أن الأقليم قبل قليل كنت أسمع السيد البرزاني لن يأتي من هذا الاستفتاء أو لن يصل إلى نتائج من هذا الاستفتاء سوى أمرين يقول أحققهم أنه أحقق في نهاية عملي السياسي أو في عمر السياسي أنه أحقق هذا الحلم لكردستان ومن ثم أضع ورقة لتفاوض جديدة على موضوع معين بين المركز وبغداد إذن الاستفتاء كله هو لتحقيق مصالح حزبية ومن ثم مصالح انتخابية وفي نهاية هذا الموضوع متروك ربما لشعب أقليم كردستان إذا ما ذهب نحو خيار الانفصال أو ربما يذهب إلى خيار البقاء ضمن العراق الاتحادي شكرا جزيلا لك الدكتور أيسر الجادري عضو تيار الحكمة الوطني كنت معنا مباشرة من بغداد